إذن الحديث يتواصل عن خروج المنتخب الكويتي وخيبة جماهيره وينضم إلينا للحديث عن ذلك من جديد اللاعب الدولي السابق مالك القلاف كابتن مالك أهلا بك من جديد هل ردة الفعل هذه مبررة ومنطقية بعد الخروج من كأس الخليج وكأن الكويتيين بعد هذه الفترة الطويلة من غياب الكرة الكويتية وتوقفها يريدون المنافسة بشكل سريع هل هذه الردة الفعل هي منطقية أو غير منطقية برأيك مساء الله بالخير سيد عبد الله وهلا بك من جديد وأنا أتشرف أني أكون متواجد معكم وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم شرف لنا وأنت كذلك تقرير الله يسلمك شكرا طبعا المطالبات بالنسبة حق الشارع والاستياء بالشارع الكويتي أمر مستحق ولكن المفارقة بردود الأفعال من المسؤولين وعلى رأس الهرم الرياضي سعادة الشيخ أحمد اليوسف ومطالبته بالصبر على المنتخب قبل الصبر على المنتخب نحن تحدثنا أمس يجب التحمل المسؤولية بالمرتبة الأولى ثم تقديم الاستقالات كموقف شجاع يحسب لهم ثم يقرر الأشخاص المعنيين بالاتحاد الكويتي أو المسؤولين أو عملية استفتاء من الشارع الرياضي ليحكم مدى نجاح هذه المنظومة هل هي فعالة ولا لا لأن تحتاج الكرة الكويتية إلى ثورة رياضية أفهم من حديث كابتن مالك بأن هذه ردة الفعل هذه ردة فعل مبررة المنتخب الكويتي كان يجب أن ينافس ويفوز بهذه البطولة حتى بعد هذا الغياب نحن كمدربين وطنيين وفنيين ولاعبين سابقين نحن نقول بوجهة نظرنا هي مستحقة من قبل الشارع الرياضي أن يطالب بها الأمور لكن الواقع الرياضي عندنا نحن كفنيين إذا نرجع أستاذ عبدالله من خليجي 21 آخر بطولة حصلنا عليها بطولة كأس الخليج سنتكلم كمطولة خليجية بطولة 20 اليوم بطولة 24 من 6 إلى 8 سنوات نحن لم نحقق فيها أي انتصار بطولة واحدة اللي وصلنا فيها لقبل النهاية ثم الخروج من بطولة قبل النهاية يعني العملية مستمرة صار لها من 6 سنوات إلى 8 سنوات المسؤولين المعنيين بالاتحاد أو المسؤولين أو القائمين على الرياضة الكويتية لا يريدون الرياضة الكويتية للتقدم إلى أبعد نقطة يريدون الرياضة كما هي عليها في السابق لا يمكن أن تتبقى من الذي يريد؟ من الذي يريد؟ من الذي يريد أن تبقى الرياضة الكويتية على حد؟ المسؤولين من هم المسؤولين؟ الدولة لا تريد أنا أتكلم لك عندنا اليوم ديمقراطية وناس مشرعين بمجلس الأمة ونتفاخر بهذه الدمقراطية لكن بما فيهم سعادة السيد مرزوق الغانم لم يملك العصة السحرية بتواجد المستمر ودعم المنتخب في هذه البطولة لا يملك العصة السحرية أو يفرض آراءه أو المجامع أو الأغلبية لفرض قانون يحفظ كرامة اللاعب الكويتي أنا في سنة 2001-2002 احتراف بالمملكة العربية السعودية وكان للشرف أن يحترف ابنادي الرائد كنت أشوف اللاعبين السعودين بذاك الوقت يعني إحنا نتكلم ما يقارب أكثر من 18 سنة كان يكون الاختيار لللاعب السعودي المحلي أما بالاختيار احتراف كامل أو احتراف الجزء الاحتراف الجزء أنه يأخذ جزء من المبلغ ويكون موجود في عمله هذا تغير رائعا في السعودية أصلاح احتراف كامل كامل على الكل أنا تخيل أقول لك بذاك الوقت لماذا تتأخر الكويت في تطبيق نظام الاحتراف وتطبيق نظام كرة القدم المتقدمة الذي يعيشه العالم الآن برأيك لماذا أكثر شفافية بتكلم بتكلم أكثر شفافية وبأكثر وضوح أستاذ عبدالله في من يتسلق على الرياضة الكويتية ليصل إلى ما هو يريد في ناس عاوزة تختفي أو تكون خلف القطاء من وراء الرياضة لتستمر بوجودها أشخاص كثيرين أستاذ عبدالله يعني أنا أعطيك على سبيل المثال أحد المسؤولين في لعبة معينة يتكلم دعنا نكونوا في شكل أوضح يتكلم عن نقاط كرة الطائرة يتكلم عنها بالأهداف وليس بالنقاط طيب هذه مشكلة كبيرة نحن نعاني بها أستاذ عبدالله مسؤول يتكلم عن كرة الطائرة المفروض يتكلم فيها بعملية النقاط وهو مسؤول موجود يتكلم بلغة الأهداف كان هذا في سجلنا المشكلة عامة وليست خاصة يعني أنت تقصد أن المشكلة عامة في الرياضة ليست خاصة في فرطة خدمة وحدها احنا كل اللي بالضبط أو هذا اللي كنت بوصله وانت شكرا لك ساد عبدالله أن ذكرت كلمة التخصص احنا نريد المتخصصين هذا اللي فهمت من حديثك احنا متخصصين في الرياضة بالضبط بالضبط هذا هو ما يعني أنا بالضبط احنا نريد مثل ما يكون يعني بأي مجال بأي مجال علمي أدبي رياضي سياسي متخصصين لهم أجواءهم الرجل ما الذي تريده أنت الآن يعني بعد خروج المنتخب الكويتي الآن من هذه البطولة أنت اللاعب السابق مالك القلاف ما الذي تريده من اتحاد كرة القدم الكويتي الآن إن أردنا إلى مقارعة أقلها يعني الدول الخليجة ونكون المصاف الأولى مقارنة مع الأخوان بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وكذلك قطر وكذلك الإمارات وإعادة البناء من جدوته وحاليا البحرين يجب على الكويت أن تبدأ ببناء فريق من الصفر جيد من الصفر وليس من الوسط وليس من الأعلى هذه مشكلة أزلية نحن قاعد نعيشها في دولة الكويت وناس كثيرون لا يريدون الإصلاح الرياضي لنا جيد مالك القلاف شكرا جزيلا دائما لكل أرائك كنت معنا من الكويت شكرا